أنت حتخلصوا هذه التعديلات؟ المنطق بيقول أن المفترض كان يطلع قبل دور الإنعقاد ما يترافع يعني خصوصاً أن فيه تأكدات يعني من نسبة 90% فيه حالة قناعة تكونت لدى بس إحنا تكلمنا في قصة دي من شهور وما زالت التعديلات لسه ما خلصتش بس هأطمن حضرتك وبرضو الناس تستحملنا في حاجة الناس كانت بتضغط علينا تخيلي لو كان القانون ده طلع من 3 شهور زي ما تقدم وواجه نفس المشاكل اللي قبليه وجه أو حل 50% منها وظلت 50% تانية معقدة فالتأخير في سبيل أن أنا أتوافق على الحالة الاستثنائية لهذا القانون والله لصالح المواطن عشان مرجعش أعدله تاني عشان مرجعش ما يعنيش هو المواطن طيب هل هناك تضارج ما بين هذا القانون بشكله الحالي أو التعديلات مع أي نصوص دستورية أو أي قوانين موجودة سمعنا أن فيه مشاكل لا هو كان فيه طبعا الحفاظ على الأرض الزراعية ده عنوان عدم التصالح على جرائم التعدي على أراضي الأثار ده عنوان فأنا أنا أقدر أكيفها من ناحية دستورية واخدباحك زي ما قلت الحديك الكيس بتاعة هضبة الأهرام أنا أنا مش هتصالح لكن أقدر أديله أنا الدولة أنا الرجليتر أقدر أديله الإجازة اللي هي يستطيع أن هو يقيم في هذا المكان بفترة كافية طالما ما عنديش خطة للدولة تجاهه طيب هذه التعديلات حتتضمن بقى كل الحاجات اللي كان فيها مشاكل وتعقيدات اللي هي لجان المعينة خرايط المساحة روح للمشاكل كل ده حيتشال التأكيدات اللي جات لي من زماينا في الحكومة عشان دي كان التعقيدات فيه ما حنتفقنا أنت حضيك قلت إيه هو الفلسفي الفلسفي هو أن أنا هنتهج منهج أن أنا أصدق المواطن بلا تفريط وبالتالي هيبقى فيه هسدقك بس هحط منظومة اللي حوقمت الإجراء اللي أنت هعمله معاك واخدك وما تجيش بقى إيه لا تلومنا إلا أنفسكم لو أنت جيت أخطأت في البيانات اللي أنت مدهالي عشان خلص ما أخلص إزاي طيب برضو وقت كلمني عن وقت الوقت أنا أتخيل لا يعني أتمأن أنه هو يخرج في دور الإنعقاد ده لو ما لحقوش يبقى أعتقد شهر عشرة أول أسبوع في الإنعقاد هيكون القانون ده طالع يعني يعني بحد أقصى لو ما طلعش في دور الإنعقاد ده أعتقد أنه بحد أقصى يكون في أكتوبر اللي جاء ترجمة نانسي قنقر